سُئلت ذات مرة عن الذاكرة كذبت وقلت إنها ضاعت خشيت من تعلم الدرس الخطأ لكنه عاش مختلفة ظروف وسنتعلم منه عندما جاء إلينا لم يكن أكثر من لص عادي يجتهد لينجو في شوارع بغداد ويحلم بالأفضل ليس لنفسه فقط بل لكل المهمشين الذين رآهم يعانون فبينما عاش في عصر ذهبي في قلب الخلافة العباسية وذروتها فإن خدشت سطحا المذهب لوجدت العفن أسفله سعى تنظيم القدماء لفرض سطوته وإبراز وحشيته في البلاد كمستترين كما لقبونا قاومنا وضربنا عدونا في الخفاء صراع أبدي منذ قرون كان في قلب الصراع باسم ابن إسحاق شرف العقيدة تحداها وعلينا الاقتداء به جميعنا يخلط بين الظلمات التي نسلكها والنور الذي نخدمه قد يأتي الوقت الذي نمتحن فيه مثله أخشى أن ذلك الوقت وشيك موسيقى 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 تسألني عنك شردجا برفق يا باسم تنفس أكان الجنية مجددا وماذا أراد صديقنا هذه المرة أن ينتزع اللحمة العظامي أن يتغذى على أحشائي إنه لا يتكلم كثيرا لكنه يترك أثره ما زلت أشعر به يزحف على جلبي أنت تعرف أن ذلك مجرد واه؟ إنسي عمر الجنية الآن إنه يوم جديد ولدينا عمل لننجزه ترك درويش عقدا آخر لمن؟ هم مجددا لجنينا مالا أكثر لو جلبنا التمر إلى هجر كفا يا نيال أينما يمليه عليك الواجب؟ لن يملأ الواجب بطوننا صحيح لكنه سيثري وجداننا سأخرج بناء أعظم المساجد لا يلزمه سوى بضعي أدوات بسيطة عسى أن تواصل إنهامي بحكمتك يا أبي أينما كنت باسم حرق قدميك قلت لنهام إذا سرقتها فسيكون بيعها مستحيلا لكنها لم تستطع أن تقاوم لا أفهم لماذا تستاويها هذه الحلي العتيقة إلى هذا الحد يستمر ضوء الشمس في الانحسار فلنعجل قبل أن يطول بدرويش الانتظار لن أتحمل منه عظاة أخرى العقد التي أثقل بها درويش كاهلك ليست بالقليلة يثق بأنني سأفعلها أعلم يقينا أنك تحذب ثقته لكن هل تظن أنك تحذب ثقتهم؟ أعني هذه الشخصيات الغامضة أرجو ذلك بعد كل ما جرى عليهم إثبات ذلك إنك تتحمل المخاطر كلها ولا يقدمون إلا القليل إنهم محررون يا نهال ليسوا تجارا أعرف هذه القصص ولكن لابد أن يكفي ثمن الحرية طعامنا لابد أن يلانا بشأن هذا العقد لا أريد منك أن تشعر بالضيق من كلامي إنما أرجو مصلحتك فحسب يا صديقي لا مانع من التصدي لمطهدين كما يفعل المسترون هل تظن نفسك بطلاً من أبطال الغد؟ جلجامش القادم؟ لا لست سوى ابن خادم للخلافة كرس حياته لتحسين أوضاع قومه فقد ليهمش وينسى لكن يشرفني أن هذا ظنك بي لربما أنوي أن أكون مثله ليس ذلك ما قلته على الإطلاق ذلك ما سمعته يا لهذه الحشود لا بد من أن هناك أمراً مهماً لقد استدعوا الخليفة إلى قصر الشتاء ومن المؤكد أن حاشيته الثرية هي التي تقود هذا الحشد لعلهم في حالة مزاجية مناسبة لتقديم التبرعات آه، أفهم ما تعنيه قليل من خفة اليد لشحذ ذكائنا إذا لم يكفي العقد لإطعامنا فربما ستفعل الخلافة تسر الملوء ترك التاجر كسا نقوده على الطاولة إنه هدف سهل للبد يحسن به المغادرة قبل أن يلاحظ تعال هنا عليك الاستاذة سأنشرنا معهم عين ثاقبة ويد رشيقة صفتان لا يستهان بهما هناك ذلك الرجل المزعج لابد أن لديه شيئاً باقيمة لكني مضطر إلى تغيير طريقة ماكراً بحق وتلك التي تقف هناك إن معها بعض النقود ماذا؟ نعم واحدة شهيداً 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 تبدو عليهم أمارات النشاط ما الحكايات التي سنسمعها اليوم؟ ويحك 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 ها قد جاء الفتى الكسول لقد كنت في انتظارك كان على أحد تدبير الطعام مهلا طعام ما كنت لأختال بذلك المال في الأسواق ثق بي اذهب إلى سايدة إنها تستخدم الكثير من الزود إنها تفعل ذلك حقا تبدو منهكا هل أنت بخير؟ أمر هين ستعالجه مغامرة صغيرة ماذا يريدون؟ دفتر شحن بحري في الميناء لا قيمة له في حد ذاته لكن المعلومات المدونة فيه شديدة الأهمية عندهم منتهى السهولة أليس لديهم ما هو أصعب من هذا؟ يمكنني القيام بالمزيد داعا كالتفاخر حراس الخليفة هنا بأعداد كبيرة وحري بك تذكر ذلك إنك تهتم لأمري الآن أكثر مما كنت تفعل في بغداد اهتمامي لأمرك لم يتغير لكنني كبرت وأصبحت عاجز عن إخفاءه فلتحضر ذلك الدفتر ولتفعل ذلك بسرعة نحن لم نتحدث عن أجري ولن نتحدث عن إيش قبل إتمام العمل إنك تعلم طريقته يا لصدمة ما هو إلا رسول وأنت مجرد ساعا لذلك الرسول فالتقم بهذه المهمة بنفسك لقد رأيتهم بين الجنود يسيرون في الموكب المتجمي إلى خصر الشتاء أكانوا يحملون السوف والرماح؟ بالتوقع كانوا يحملونها إنهم جنود باسم أنت وحدك في هذا ما الحساب النهائي لما استلمناه؟ ستة عشر قفصاً صندوق واحد ست حقائب كان هناك ثلاثة أقفاص عندما رجعت الدفتر أمهل المعاونين المسؤولين عنها حتى مساء الغد إذا لم يحضروا فقد نسوا أمر بضاعتهم احتفظ بما يروق ناظريك وتخلص من الباقي انتظر هنا هذا اذا رأاني أحد فسأضطر إلى الفرار حمداً لله أنني أستطيع أن أسبق أولئك الحراس المتراخي إنه مغلق سيعطلني قليلاً أجراء هذه المن красقه أجراء هذه المنوعة كل هذه المنوع كما أن نتعرف بحساتolyة اشتركوا في القناة 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 قد نستفيد من الجواسيس في المدينة سأرى ماذا شأفعل انها مهمة على ما يبدو ساوم على اجر اعلى اشتركوا في القناة احضرته معك احضرته معك؟ درويش يضمنني اشتركوا في القناة لما تحرج نفسك بهذا الشكل؟ ما قصدك؟ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ما هذا؟ ما هذا؟ كنا نصطاد في الميناء منذ الصباح وكان الحظ عنيداً الميناء؟ ألم ترى أو تسمع جلبة بشأن صندوق؟ آه نعم صندوق أسود جميل للغاية أخذه حراس ضخام إلى القصر شكراً لك يا جاسب ما الذي تفعله؟ إنهم يريدون الصندوق وسأذهب لإحضاره إليهم وسيعرفون قيمتي لا فائدة من إقناعك أليس كذلك؟ لنفعل هذا معاً إذن إذا أمسك بك عند قصر الشتاء فسيقتلونك فوراً نحتاج ممراً آمناً إلى الداخل وأنا أعلم أين يمكن أن نجده هل نذهب لاستطلع قصر الشتاء الآن؟ لا تتورطي في هذا يا نهال أدرك شعورك تجاه هذا الأمر إنها حماقة مطلقة لكن يبدو أنني لن أستطيع إيقافك ولهذا سأتي معك وسأزعجك حتى تقرر ترك فكرة سريقة الصندوق من قصر الشتاء الخاص بالخليفة حين تقولينها بهذه الطريقة أشعر بالإثارة هل سنذهب أم لا؟ سأتبعك إنها خطة مجنونة يا باسم ولو افترضنا أنك نجحت ورحبوا بك في صفوفهم فماذا بعد ذلك؟ هل ستنسانا؟ بالتأكيد لا نهال إن مصلحتهم هي مصلحتنا أنت وأنا وسائر المنبوذين الذين يقيمون في الشوارع ويعيشون على الفتاة والمياه القذرة بوسعي أن أكون الأداة التي تنتشلنا من بؤس تلك الحياة الأداة التي تجعل جاسب يحسن استخدام مواهبه ليكون حرفياً خبيراً أداة تضمن أن لا يتعرض الرجال الصالحون للنبذ مثل ما تعرض أبي وتبدد حيرة الأطفال وخوفهم مما يحمله غد لهم أتفهم ما تحاول قوله يا باسم لكنك ترسم صورة لعالم لا وجود له أخالفك الرأي في هذا ها هو ذا قصر الشتاء هيا من هنا خلفك مباشرة نعم 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 ألا يذكرك مكان وقوفك بالذكريات الجميلة؟ منذ زمن ليس ببعيد كنا نعد غنائمنا في هذا المكان في وقت مشابه لهذا الوقت تحت جنح الليل حينها كانت المخاطر أقل وكذلك كانت الغنيمة حسناً قبل أن تطالب بغنيمتك يجب عليك الوصول إليها وكما أرى سيتطلب هذا الأمر قدراً من الإبداع يمكننا تفقد البوابة الأمامية وأخبرني إلى ما سيقول الأمر إلى أين أنت ذاهبة؟ لدي فكرة ذكية إذا لم يكن لديك مثلها فيجدر بك أن تتبعني مهلاً حل الظلام المنشود هيا بنا نحال هل تتبع خطايا يا باسم؟ قرار رشيد جداً أعلم أنك تكرهين أن تكونني وحيداً أرى جنوداً في ذلك الاتجاه أمار الليلة والرمال والليلو يوم كيف يتذوقون ذلك الأرض فارد تم أتوش أيهاد إنتبه تحركوا إلا سأتركك إنتبه لنفسك سأخدم في القصر الحسني المسبوع سيكون الأمر أكثر متعة من بعض المواقع الأخبة أهلاً على أنه يفقى بعيداً من القواتنا أصوره من كثير من الإجتماعي إذا ما تقول هل رأيت الطبور؟ يا لملابسهن الغريبة أغلب خمك كلامك لن يجرب إلا المشكلات كما يأخذنا هذه الملابس؟ هذا ليس مقفل إشباع آه جيد قد يدخلنا هذا الباب إلى القصر لن يدخلنا دون مفتاح فتش في الأرجاء قد يشعرون فتش في الأرجاء متعدد أغلب 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هل وجدت مفتاحا؟ يبدو الخليفة مضطرباً وجود ابن عنيد لا ييسر الأمور الفتاة متحمس إنها أول مرة له في القصر فليتجول كفما شاء برأيه ينبغي أن يكون هذا المجلس مختصراً عليها هاهم هيا من هناك الخليفة في انتظاركم وصلوا يا مولاي فلتخرجوا جميعاً سألتقي بهم وحدي أبتاه اسمح لي بالبقاء خذوه يبدو ثقيلاً لن نستطيع إخراجه من القصر إذن سأضطروا إلى أخذ ما بداخله أيها السادة مرحباً كل شيء مرتب أعلم أن لهذا شأناً كبيراً عندكم فلتطبعنوا إلى بقائه مصوناً هنا لن نرضى بأقل من هذا سننجز أعمالنا ونعود إليك عندما نكون على استعداد استعدً أيها الخليفة هاوا أيمكنوني رؤيتها مرة أخرى؟ محتوياتها؟ لحماية الصندوق بأرواحنا فيجب أن نعلم لم تر شيئاً من هذا ولم تقل شيئاً هاذا مفهوم؟ نعم، بالتأكيد انس ما قلته حامد فرصتنا هناك شخصاً قادم من هنا المكان آمن لم أتخيل أني سأدخل هنا قط انظر إلى هذه الأقواس يمكنك نصبت فتعة منها وبيعها مقابل الكثير من الزهر ألم تحضر معك بالمصادفة فأساً؟ سأتذكر ذلك في المهم لا بأس يا باسم افتع اسرق أغرب أسرع باسم باسم أعطني هذا لا لا ألدك فكرة عما سيفعلونه بي؟ أرجوك أرجوك سامحني هذا هذا خطأك توقف أرجوك أيها اللص الحقير أرجوك أركض نهال انتظري أبتا أمشك الفتا لقد مات الخليفة أمشك الفتا على يدي سأخذ 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 أحيان أعم توقف من لا سأخذ سأخذ إلا أنه يتجاوزني أحد أحيان أتوق أين أحيان أنا أقوم أنا أراه من كيف اشتركوا في القناة 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 ترجمة نانسي قبل 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 لا أستطيع ترجمة نانسي قبل نانسي قبل توقف ترجمة نانسي قبل ترجمة نانسي قبل نانسي قبل ترجمة نانسي قبل نانسي قبل ارتدي ارتدي ملابسك ترجمة نانسي قبل نانسي قبل